وفي بعض الأحيان الناس بتشتغل المهن وده وتنحذر منه جدا ان ده برضو ممكن يكون من التطفيف ان ناس تروح تشتغل مهن غير مستعدة لها فتفسد أموال الناس وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى حذرونا من أن نأكل أموال الناس بالباطل فسبحانه وتعالى منعنا من أن نأكل أموال الناس بالباطل وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من أخي فأقضي له حق أخي فمن قضيت له بحق أخي فقد اقتطعت له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها ولذلك لازم نكون منتبهين جدا 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 فلو افترضنا أن واحد استأجر إنسان يعمله عمل وهو بيعمل العمل ده حصل ظرف فأفلس يعني خصل كله فلوس وبقى عليه ديون أو مات أيهما يقدم أداء الدين ولا أجر الأجير جمهور العلماء على أن اللي يستحق الأول الفلوس قبل قضاء الدين لأن كلاهما على فكرة اسمه دين بس أي الدينين يقضى أولا يعني دين الأجير ولا الدين الآخر اللي عليه فقال قالوا أنه عملا بهذا الحديث فالإمام السرخاص بيقول وإنما يجف العرق بعد مفارقة العمل فدل على أن الأجر تجب حين إذن يعني الأجر يجب حين عند انتهائه من عمل يعني أول ما ينتهي من العمل يستحق الأجر وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حاب يأكد على المعنى ده فجعل حضرته بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم جعل حضرته خصيم يوم القيامة لليأكل حقوق الناس فقال في الحديث الشريف ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة يا رب سأل يا رب ما تجعل واحد فينا أبدا في مخصمة مع حضرة النبي في مخصمة مع صاحب الشفاعة صاحب المقام المحمود فيا رب اجعلنا لسنا من هؤلاء ثلاثة أنا خصيمهم يوم القيامة رجل أعطى به ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى ثمنه ولم يعطي أجره يعني الراجل عمل اللي هو حصل على المقابل بتاعه اللي احنا بنسميه العوض بتاعه في الإيجارة حصل على العوض بتاعه حصل على ما انفع وبعد كده اللي حاصل لم يعطيه أجره وشوفوا هنا قول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم استوفى منه يعني الأجير عمل على أكمل وجه يبقى على أكمل وجه وفي الآخر أكل حقه ولم يعطيه الأجر وكمان عدم إعطاء الأجر الأجير الأجره بيدخل الناس تحت أكل أموال الناس بالباطل اللي ربنا بيقول يا أيوة الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فما تعملش كده أبدا ولو أن الأمر ده فحصل واستمر في الدنيا وانت ما أعطتوش أجره وفاتت وعديت من غير عقوبة فتأكد أنه دمش هيفوتي ومن القيامة وعشان كده أنا أسمعك وعنسمع كلنا وعط حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي حاصل الله سبحانه وتعالى لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة تعالوا بس نسمع أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال وعيد وقال وعد إلا هيؤدي الحقوق يعدي يوم القيامة وما يحصل له الشيء طول ليس هيؤدي الحقوق تعال نشوف ولتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقادوا للشاة الجلحاء من الشاة القرناء يعني إلا حاصل هيتاخد كل حق لأي حد صاحب حق يوم القيامة وعشان كده بعض العلماء استدل بحديث أعطوا الأجير حقه قبل أن حق أجره قبل أن يجف عرقه على معنى مهم وطريف ويهو أنك كما تعطي أنت الأجير أجره قبل أن يجف عرقه فالناس اللي بتعبد ربنا علشان الرصيد مع أننا مش موافقين على ده إلا أن ربنا يديهم الأجر قبل أن يجف العرق زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث هنا بيعلمنا كمان الامتنان للناس اللي بتقدم لنا الحاجات اللي بتنفعنا ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه وكأن رسول الله عايز يعلمك أن أنت تكون مقدر ده وعشان كده وصانا حضرت النبي لما قال في الحديث الشريف من صنع إليكم معروفا فكافئوا فإلا تجدوا ماتوا كافئوه فدعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه وإزاي كان فيه عادة عندنا عند المصريين عادة حلوة قوي ويا رب ترجع تاني عادة ما بين الباعة والمشتري وعدة ما بين الأجير ومن يؤجره لأداء منفعة إيه العادة دي؟ إن هو الإنسان لما يشتري الحاجة الباع يدعيله وكمان المشتري يدعيله وكمان كنا بندعي للأجير خد يا سيدي يعني أنا شاكل لحضرتك وربنا يبارك لك في مالك فهو يقول لك ربنا سبحانه تعالى يجنبك المكاره ويخليك في أمان وسلام فكانت العادة مش بس نعطي الأجير حقه أجره كمان لكن كمان ندعيله ندعيله لإن إحنا شايفين إنه أقدم لنا منفعة وخدمة ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يزيد على ماذا؟ على المتفق عليه واللي تم تحديده بينه من قبيل المكافأة والإحسان وكمان ده يعلمنا إن في قيمة اسمها الخدمة وده حاجة مهمة جدا جدا في الحديث إن الناس خدمتهم لبعض أحد عوامل مقومات الحياة إن الخدمة شيء مهم جدا وإن إيصال الخير للناس وتحقيقه للناس قيمة مهمة جدا جدا في حياة الناس إن الناس تعيش في حياة الخدمة ترجمة نانسي قنقر